معانا الملحن والمؤلف عزيز الشفعي بأعمال كتيرة جدا حلوة ومبهجة ومعانا أصدقاء ومنافسين له الحقيقة إنه الضيف اللي جاي واحد من ألمع أسماء الكتابة الشعرية الغنائية من سنين ويمكن بقى هو تميمة حظ في كتير من الأغنيات ألف أغاني لكبار المطربين بس معظم أو كل الأغنيات اللي هو ألفها اتحفظت وتسمعت وترددت وكل الناس غنتها من بعدين والأهم والإضافة إنه هو صديق صدوق لضيفة النهاردة عزيز الشفعين أكيد بنتكلم على الاسم اللامع تامر حسين أهلاً 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 برجلتك أهلاً 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 تامر حسين وشركاء يعني هو مع علاقة ما أنت جايج برجلتك معنا أنا طبعاً أبتي العواد الكبير وصدقك معكم وعلاق معنا علاق الجيباريس في الجيبير أو الجيطار تامر حسين وعزيز الشفعي عملتوا دويته رائع جداً وناجح جداً هتدي من الآخر أنتو عاملين أغنية بقت محفوظة في لا وقت يعني في أقل من ساعتين يمكن الناس كلها كانت بتغنيها اللي بالحبيبي سلامي أمانة لي سلامي أمانة لي إيه ملبسات الأغنية دي بدأت من عندك ولا من عنده ولا من عند شيرين لأ من عندي الأول كلام دي كتبتها كان في رمضان اللي قبل اللي فات آه دي من الحاجات اللي قريدي تسجلت من زماني شيرين آه هي كتب معمولة في الشيطة اللي شيرين على دروهاب وأنا بسوط جداً جداً بحي شيرين من خلالكو بالنجاح الكبير دا كلنا بنحييها ومدعلها كلنا بنحييها ومدعلها بندعلها إن هي إن شاء الله إن شاء الله كل الأمور دي تعدى إن شاء الله زيزو أنا بحب حتة بزوء قوي بقادي سنة ونص أو سنتين بقول له أنا نفسي هشتغل معك الأغاني دي بس مش عايزة عملاً أغاني تاني الزوء دا أنا مش بعتش منه فيه وهو عنده منه كتير يعني مخزون ما شاء الله عليه آه فعملنا الأغنية دي وطول وقت أنا فرحم بها لغاية ما سمعتها شيرين